أهلا من سؤال محضراتكم النهاردة تعتبر المحاضرة التانية في محاضرات الأميلويدوزوس اللي هي من ضمن محاضرات البرابوتينينيز في بارت 1 احنا اتكلمنا على الابروتش ازاي نتعامل مع حالة الأميلويدوزوس امتى ويساسبكت 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 الابروتش ازاي نمشي في الستيبس في الدايجنوز من اولمان ساسبكت ونعمل التشخيص الاولي نعمل البيوبسي ونشخص بي انه هو عنده وبعد كده نعمل تايبنج بي الديفرنت مو دالتز اللي قلنا عليها نحدد هو ايه اللي ولا ايه اللي هنتكلم عليهم سريعا تاني بالوقتي ففهمنا في المحاضرة الاولى الابروتش لنوصل لفاينال دايجنوزوس للويتش تايب اف اميلويد والنهاردة بقى هنتكلم على كل واحد من التايب سي دي بالتفصيل كل واحد ايه الكلينيكال فيتشورز بتاعته الديانوز بتاعته والتريتمنت بتاعه ايه ان شاء الله هنتكلم فيه على Different Types ال-AL اميلويدوزوس او اللي كان اسمه والبرايماري وال-AA لو كان ال-Secondary ال-ALECT وال-Han다고 الاميلويدوزوس من المحاضرة الاولى اول ما اكون انا عندي ان ده اميلويد هنسحب بايوبسي سواء من سرجة بايوبسي من ابدومين الفات او راكتل او من البوم مارو وهنصبوخها في البداية بالH&E هيبان ايه زي الاميلويد هيبان زي زينوفيلك ماتيليل موجودة لازم نصبوخها طبعا بي كونجوريد لو طلع كونجوريد ناجاتف خلاصها اكسيكلود الاميلويد واساسبكت في الاثر مونوكلونال جاموباسيز او الاثر بارو بوتينيني زي الاميلويد والهيفي تشين ديزيز انما لو طلع كونجوريد بوسطف خلاص ده اميلويد وهيبان طبعا بلعب الجرين باي رفرينجينز تحت البولاريزد لايه طبعا قلنا ده ستيب 1 انما ده خلاص اميلويد ستيب 2 اللي احنا قلنا هنعمل ايه هنعمل طايبينج عشان نحدل الطايب بتاع الاميلويد طب الطايبينج بنعمله ازاي قلنا بالإيميون فلوريسنس او الإيميون هستو كاميستري او الإيميون إلكتروميكروسكوبي او ادقى حاجة اللي هي البروتينوميكستاتي ولكن الاعمة والاشمل فيه اليميتد ريسورس كانترس زينا كده بيبقى هو الإيميون هستو كاميستري وهنصبخ هنشوف والله ايه اللي موجود في البيوبسي في الرينابيوبسي دي مثلا والله لقينا فيه light chains يبقى ده ايه الاميلويدوس والله لقينا سيروم اميلويد ايه يبقى يبقى ده ايه اميلويد والله لقينا الابولايبو بروتين ايه او تنثاريتين او الافيبرانوجين يبقى ده والله هيريتري اميلوزوز دي الطريقة اللي احنا نوصل بها للتشخيص النهاردة هنتكلم على كل واحد من دولة بي التفصيل طيب زي ما بنفتكر من المحاضرة الاولى قلنا ان احنا عندنا على حسب الاميلويد بروتين ده في الديفرانت تايبس احنا عندنا بغاية دلوقتي اكتر من 28 طيب من الاميلوزوزوز وزي ما وضحنا الديفرانت تايبس الاميونوغلوبلن لايت تشين لهو يبقى ده الال اميلوزوزوز لو الا اميلويد هو اللي ديبوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوزوز دلوقتي هنبتد نتكلم على ال-Al-Amyloidosis الفايبرلز في ال-Al-Amyloidosis بتكون اما اميونو جلوبلن كامل على بعضه او الاكثر شيوعا انه هو يكون بس احنا قلنا عارفين طبعا الاميونو جلوبلن عبارة عن هيفي تشين ولايت تشين واللايت تشين ده ممكن يكون كابا او لامبا الاكثر والاعم والاشمر زي ما هنقول اكثر حاجة بنكلم اكثر من حوالي 45% انه يكون ال-Deposition او ال-Amyloid Fibril في ال-Al-Amyloid بيكون اللايت تشين وغالبا بيكون لمضة وما تنساش المعلومة دي عشان ما تفرق معنا كتير جدا انه بيكون لايت تشين وفي تلتين الحالات بيكون لمضة في حوالي 66 او 70% من الحالات بيكون اللايت تشين ده بيكون لمضة وفي نسبة حوالي 30% انه يكون اميونو جلوبلن كامل على بعض حاجة مهمة جدا ودي احنا قلناها في المحاضرة الاولى انه اول ما نقول ال-Amyloid لازم طبعا هنعمل بقية ال-Investigations ولكن لازم اعمل بوم مارو عشان استبعد وجود الميلومة زي ما وضحنا برضو في المحاضرة الاولى انه في حوالي 20% من حالات ال-Amyloid هيكون معاها ميلومة وبرضو نفس الكلام من 20% من حالات الميلومة بيكون معاها اميلومة فبالتالي لازم استبعد الميلومة او عشان نستبعد الميلومة احنا قلنا من المحاضرة الاولى خالص ان احنا عشان نشخص ميلومة لازم بوم مارو يكون البلازمة سيل فيها من 10% ال-Median Age لتشخيص ال-Amyloid ده مرض بيحصل في ال-Eilderly غالباً بنتكلم فيه 65 years of age طيب clinical features ايه بتاعت ال-AL-Amyloid هتلاقوا انا اعمل highlighting بالاخضر على المهمين جداً او المور common في ال-AL-Amyloid مقارنة بال-AA-Amyloid يعني مثلاً ال-AL-Amyloid اهم بيبقى affected فيه ال-Heart ليه ما تنساش خالص ال-Heart هو اهم Organ ليه؟ لأنه هو وفي حالات كتيرة بيكون هو ال-Main Presenting Organ يعني بيكون هو ال-Main Affected Organ وطب بيجي ازاي بأنه يكون amyloid infiltrations وغالباً بيجي يعني بيحصل يخلي فيه عنده مشكلة في ال-Diastole انه مش عارف يريلاكس فبيكون عنده Restriction ده اللي احنا بنسمي Restrictive Cardiomyopathy وبيعمل أريزمية وده بيبقى ليهم شكل معين في الإيكو كارديوغرافي بيعرفوا دكاترة الكارديولوجي منوهم بيعملوا الإيكو يقولك والله ده فيه يوم بيعت لا ده هنا فيه Suspicion of amyloid شكل ليهم شكل معروف في الإيكو كارديوغرافي فأهم أورجن في ال-A-L لأميلويد الهارت ما تنسيهاش خالص طب مين تاني الحاجات اللي في ال-A-L عن بقية types of amyloid الطانج من الحاجات المهمة جدا ال-GIT ومن أهمها الطانج بيحصل له infiltration وهيكي الماكرو جلوسيا نتيجة الطانج infiltration ايه تاني النيرفز وبرده من أهم الحاجات اللي يجي بأوتانوميك نيروباثي اوتانوميك نيروباثي اوتانوميك نيروباثي دي تيجي في صورة postural hypotension أو orthostatic hypotension أو bladder dysfunction وده من أهم يعني ده سؤال بيتسأله في الكلانيكا الكتير من ضمن الأسباب الاوتانوميك نيروباثي طبعا بتقوله الضيابيتس ولكن في ناس كتيرة بتنسى الأميلويد من الأهم الأمراض اللي بتعمل الاوتانوميك نيروباثي ايه تاني بيحصل في الايل ميلويد الاي الاي بيحصل فيها ايه او عن طريق ال skin بيحصل فيه easy bruising easy bruises كدمات ومن أهم الأماكن حوالين الاي بتدي حتى شكل شهير جدا وكاركتريستيك جدا في الايل اللي هو raccoon eye هنشوف صورتها دلوقتي raccoon eye appearance ده نتيجة ال bruises او الكدمات اللي بتظهر عندهم بسهولة جدا الجلد بيحصل فيه كدمات اللي بتظهر على طول الكيدني بقى تأتي بعد هذه الأورجن الكيدني في الاي الاميلويد تبقى موجودة في 50% فقط من الحالات يعني الاي الاميلويد مين فيه المور كامل؟ heart skin tongue lung nerve يأتي بعد يوم الكيدني فيه 50% من الحالات طبعا بيكون المين affection او المين presenting feature في الكيدني اللي بيحصل ببروتينوليا غالبا بتكون نيفروتك رينش بروتينوليا وايديما دي بنشوفها وبيكون فيه رينا الامبيرمنت ويك رياتينين عالي هي 20% بيوصلوا ان هما in the stage وبرضو من الحاجات الكاركتريستيك برضو دي المعلومة ما تتنساش خالص ان الكيدني برضو بتباني انها ايه العيان بيكون سيكي دي بس الكيدني كبيرة متى تيجي الاميلويد انفلتريشن وده من الاسئلة شهيرة اللي بنسألها بقول الله انه على طول ان في غالبا معظم حالات السيكي دي بتكون الكيدني سمول في الالترا ساوند معادة بعض الامراض انه نسأل ايه الامراض اللي بيكون فيها كورونا كيدني دي زيز بس كيدني تباني كويسة او كبيرة فمن اهم هذه الامراض الاميلويد مع الضيابيتس مع البوليسيستيك فده سؤال بيتسأل كتير يعطي فيه اثر طبعا اثر اورجنز ممكن يبقى فاكتت زي الليفر الاسبرين الادرينال ولكن دولت اقل شوية من الـ فالشاهرين في الـ الاميلويد الهارت الماكرو جلوسيا اوتمامك نيروباثي الراكون اي والبروزوس ويأتي بعديهم في كيدني ادي شكل الماكرو جلوسيا في الـ الاميلويد شايفين التانجي كبير ازاي وده شكل الراكون اي واضح جدا حوالين العين الكادامات واضحة جدا كأنها شبه عين الراكون طيب في الـ طبيعي في الـ بالـ الماكرو جدا ولما هنصبغ بالـ هنصبغ بالـ هنصبغ 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 فور هنصبغ فور هنصبغ منه حاجة ان انا اعمر في الـ الأميلويد بياخدنا من المحاضرة الاولى انه بيبان في شكل فايبريلز فايبريلز الديامتر بتاحها من 18 نانومتر طيب خلينا ناخدوهم واحدة واحدة ننفسكش هنعمل ايه في الاول الـ نفتكر الـ بتاعنا سواء من سرجة بيابسي او من الريكتم او من البوم مارو هنكونفيرم على طول ان دي بكونجوريد بوزوتف خلاص عرفت ان دي أميلويد الأميلويد ساعتها لازم ان انا اصبغ الكيدني دي اللي موجودة بي الميون هستو كامستري ان انا اشوف الـ هتطلع لي بوزوتف هعرف ان انا الـ اميلويد ايه بقى اللي لازم اعمله هتطلب سيرم البروتين الـ عشان يبين لي المونوكلوناليتي اللي موجودة ان فيه كتيرة دولت هيكونوا بوزتف في ولكن زي ما وضحنا من اول محاضرات البروتينية ان انا لما اضيف عليهم هذا التحليل المهم جدا جدا حاليا اللي هو السيرم فري مع الـ ده بيشخص لي حوالي 99% اللي هيكون زيت فيها بيحسن جدا وزي ما قلنا في اي حالة لازم نعمل عشان نـ هل المريض معه ميلومة ولا لا لان في حوالي 20% من الكيس هنلاقي معهم البلازمة سيل اكتر من 10% فلازم نعمل البوم مارو بايوبسي البوم مارو ايجزامينيشن إيكو كارديوغرافي مهم جدا عشان اشوف الهارت هل الهارت افكتد ولا لا لان ده هيفرمعي فيه البروجنوزز السنتيجرافي الحقيقة بيش بيتعامل كتير لانه مش وائد لأفيلابل عشان يبين لي الديد في كل الجسم طيب الحاجات المهمة جدا اللي هم 2 ماركرز بنستعملهم كتير عشان نحدد او ليهم ريفلكشن على البروجنوزز اللي هم الكاردياك تروبونين والن ترمينال برو البي ان بي او البرين ناتيوريتيك بيتعامل الحقيقة الاليفيتد ليفلز بتاعتهم ده احنا قلنا من اهم حاجة في الايه النامالويد الهارت وان الهارت بيحصل فيه ريستريكتب كارديوميوباسي وهي هارت فيلير وهو ده المين كوزوف داست فبالتالي دولت بيبقوا مين لي ريليتد للهارت لانهما بيريفلكت الهارت كوندشن فلما يكونوا عاليين ده هيكون وورس بروجنوزز سواء ال ان ترمينال برو ان بي او الكاردياك تروبونين بيسترونج لي كورليت مع البروجنوزز والحقيقة اتعمل ريسك اسكور ريسك اساسمنت بي اسمه المايو ستيجينج سيستم وده اسم الدسكور ده عنده ثري ستيجي ستيج وان لما يكون نورمال ليفلز من التو ماركرز دولت والستيجي تو ده لما يحصل زيادة في واحد منهم فقط وستيجي ثري لما الاتنين يكونوا زيدين وده طبعا بيكون استيجي ثري ده الوصب بروغنوزز وحاطين ونقط اوف فاليوز هنا لكل واحد منهم برضو ما ننساش ان الان ترمينال البرو بي ان بي بيتأثر بي الجي اف ار فده كل مو المريض ما كان معا علينا الامبرمنت فالانتربيتيشن تا تست ممكن يبقى افاكتد ووساعتها ممكن استخدام البي ان بي نفسه المهم يعني الكونكلوجن احنا دولة كل ما كان الليفلز بتاعتهم عالية الكاردياكتربونين والانتي بو بي ان بي ده بيعرفني ان البروغنوزز بتاع المريض اوحش وده شيء مش كويس في مادة تقدم حالا اللي برضو مهم جدا نكونوا عارفين ان الـ مثلا هما شايفين الـ من الـ مثلا اكتر من 8000 500 مانو جرام برليتر ويكون المريض يكون معاه ده يكون بيكون بتاعهم فقط فده نقدر نعرف منهم يعني بتاع المريض الحقيقة الكيدني علاقتها بالبروغنوزز او مع السيرفايفل اقل من الـ زي ما قلنا الاهم حاجة فيه الـ الكيدني بيكون تأثيرها او الـ مع سيرفايفل بيكون اقل شوية ولكن طبعا لو كانت البروتينور يعنيفة او الـ GFR اقل من خمسين فده طبعا بيكون بروغنوزز للريمل نفسها او للكيدني وبيحصل الـ في حوالي 85% في خلال ثلاث سنين طيب التريتمنت الحقيقة كان التريتمنت في البداية بيعتمد ميلي على الملفلان والبريدنيزولون ولكن بعد كده الـ استخدام الدكساميسازون بدل بريدنيزول فرق كتير او حسم البروجنوزز او الريسبونز بتاع المرضى والهيمتولوجيكا الريسبونز فبقى المين المين يوز دلوقتي استخدام الدكساميسازون عن البريدنيزول فالديكساميزون بيستخدم بكمية اكبر وحسم الريسبونز الحقيقة برضو كان في استخدام مع الدكساميسازون ممكن كان بيتعامل الالوجينك او الستيم سيل ترانس بلانتيشن وده يعني كان بيحسن في selected patients ولكن برضو نخلي بنا انه طبعا بيكون associated مع significant morbidity ومورتاليتي الحقيقة اللي حسن جدا او اللي غير التريتمنت بلان بتاع الاي الاوميلويد هو استخدام الانتي ميلومة دراجز اللي اهمهم البروتيزون انهايبترز اللي احنا اتكلم عنهم في محاببة الميلومة ومن اهمهم البروتيزونيب او الفلكيد فحاليا دلوقتي فيه two main initial treatment او initial regimens for الال او ميلومة مين هم؟ اول واحد اللي هو استخدام البروتيزونيب مع الميلفالام مع الدكساميسازون وثاني راجمن اللي هي استخدام cycle of somide مع البورتيزوميب مع دكساميسازون فاتلاقي السابت دكساميسازون مع بورتيزوميب في كله واق راجمن واحد يستخدم من الفلان والتاني يستخدم cycle of somide دولت الباكبون دلوقتي للانيشيال تريتمنت فيه حالات الال اميلويد وطبعا مع استخدام الانتي بلاسما سيل انتبادي او الانتي سيدي 38 منوكلون الانتبادي كله ده بيحسن الهيمتالوجيكال ريسبونس الحقيقة الهيمتالوجيكال ريسبونس بتاع هذه الحالات بيعتمد مين لي على ان احنا بنقيس الفري لايت تشين الليفلز في الدم او نقصهم ونشوف الليفلز اخبارها ايه والله كل ما اتحسنت يعني مسلا هما حاطين هنا فيه الديفنيشنز المختلفة فيه complete response فيه very good بارشيال ريسبونس وفيه البرشيال ريسبونس الكمبليت ريسبونس ان انا لاقي الانيون فكسيشن نيجاتيف وهي نورمال فري لايت تشين ريشيو ده كمبليت ريسبونس طب ال very good response ان الفري لايت تشين تقل عن 40 ميلي جرام بري ليتر والبارشيال ريسبونس ان يكون حاصل 50% reduction في الفري لايت تشين ده الديفنيشن تاع ريسبونس المختلفة الهيمتولوجيكل طبعا نقدر نتابع برضو الريسبونس للمرضى عن طريق اياس البرو بي ان بي والتروبونين اللي احنا قلنا strongly correlated مع ده مهم جدا والكيدني زي ما قلنا relation لها او البرو جنوزوس مش زي الهارت لانها بتتأخر شوي يعني تبقى delayed شوي عن الهيمتولوجيكل ريسبونس ولكن نقدر نقايد او تبريدكت ريسبونس عن طريق طبعا كل مها انها بتقل ده هيبين ان الكيدني ممكن توريسبوند ول والجدول ده بيبين الايه الا ملخص الكلام اللي احنا قلنا ان المين ايج more than 60 years of age المين افكشن الهارت ويأتي والكيدني ده غير طبعا اللي احنا قلنا عليهم الاسكن والتونج والايزي بروزوس والركون اي والاوتامامك نيروبة سي ما ننساهمش جد خالص البروتينوليا بنكون ثري جرامز بتحصل في 50% كيسيز الجي افار المريض غالبا بي بروغراس اللي زي ما وضحنا ان مين هو اللايت تشين الاهم اللامضة ما ننساشا ان ده بيفرق في الديفرينشال دياجنوز مع اللايت تشين ديزيز هنا في ال ال او ميلويد مين لي بتكون اللامضة الكابر تي اه بنسبة قليلة جدا او بنسبة 25% اماما في تلتين الحالات او تلت اه 75% بيكون اللامضة هي اه 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 بتبقى واضحة زي ما قلنا اه مين اللي بيبقى انفولفد في الامايلويد مين لي لايت تشين ويأتي بعديها الاي جي جي هو اللي بعدها بيبقى افاكتب بنلاقي ابنورمل كابر تولاند ريشو في اراوند 85% او كيسز الميديا في لي لايت تشين ليفل بيكون اراوند 178 ميلي جرام بل ليتر كل ده دي المين فيتشوز اللي احنا قلنا عليها اه مع بعض دلوقتي هنكلم على الاي اي اي او ميلوز الحيال اي اي او ميلوزوس هنكلم الفايبرالز الموجودة في اي اي او ميلوزوس بتبقى درايفت فروم السيروم اميلويد اي السيروم اميلويد اي ده بيبقى بروديوزد من الليفر دورنج الانفلاماتوري رياكشنز في منه انواع كتير جدا هو بيوصل دورنج الانفلاميشنز ولكن السيروم اميلويد اي وان و اي تو هما اللي بيكونوا اميلويدوجانك هما اللي بيعملوا او بيدخلوا في الاميلويد دي بوزيشن الاي اي اميلويدوزوس او اللي كان بيتقال عليه السكندري اميلويدوزوس ده بيكون كونسيكوتيف او نتيجة كورونيك انفلاميشن او كورونيك انفلاميشن غالبا بيكون ريليتد او نتيجة لونجستاندين روماتايد ديسوردرز زي الانكيلوزينج سفونديليتس الروماتايد ارثريتس السورياتيك ارثريتس وفي بعض الحالات اللي يكون نتيجة جيناتيك ديسوردر نتيجة جيناتيك ميتيشن في احد الفاكتورز اللي بيكون كونترولي انفلاماتري رياكشن زي ما بنشوف مثلا في حالتات الهيريليتري بيريوديك فيفر سندروز اللي احنا هنتكلم عليها سريعا اثناء الحديث بتاعي فمن الاي اي اي اميلوزوس بيكون نتيجة سيرم اميلويد اي بيزيد بيحصل ديبوزيشن وبيكون نتيجة كورونيك انفكشن او كورونيك انفلاميشن مين هم البيشنس اتراسك اللي يجي لهم اي اي اميلويدوزوس اللي قلنا الناس اللي عندهم لونج ديوريشن او كورونيك انفلاميشن بمتوسط سيفنتين ييرز اوف ايف زي ما قلنا بعد سبعتاشر سانة او اكتر الناس اللي عندهم فيري خاي سيرم اميلويد اي الناس اللي عندهم هوموزايجوستي في السيرم اميلويد اي وان جينوطايب الناس اللي عندهم اف ام اف او فاميليا ميتريين فيفر تريد هيتروزايجوستي مسلا او فاميلي هيستري او اميلويد وده اللي بيحصل في حالات البيريوديك فيفرسين دروب اللي احنا احنا نتكلم عليه دولة البيشنس ات ريسك ان هما يجيلهم وطبعا اهمهم 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 لونج دوريشن اوف كورونيك انفلاماتوري ديزيز وده اهم حقا طيب مين اهم الكوزة زي ما قلنا كورونيك انفلاميشن او كورونيك انفكشن الاهم كورونيك انفلاميشن زي روماتويد اريثرايتس والجوفيناير روماتويد اريثرايتس 40% سورياتيك اريثرايتي سورياتيك اريثرايتس والانكيلوزينج يأتي بعدين البهست واللايتر كورونيك انفكشنس طبعا زي الاستيوميليتس بالزاد او تيبيه او ليبروسي و سيستيك فيبروز و بوروكياكسز اه بعض حبات الماليجننسي ولكن دي اقال شوية ولكن المور كامل الفاميليا الميترينيان فيفر مع روماتولاجكا طب الكلينيكال بكتشر بقى ايه وجه الاختلاف عن الال اميلويد هنا الكيدني اس ماتش مور 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 كامل يعني بنتكلم معاني بتعدي مور دا مينتي فايب برسنت أوكيسيز في الا ايه او ماليدوسي الكيدنية تبقى افكتد هنا اكتر بكتير من ايه ال في الا الل الكيدنية تبقى افكت الشوية 50% أوكيسيز انما في الا اميلويد او بنتكلم يعني فوق الا ايه او ماليويد من его اميلويد بنتكلم يعني فوق المينتي войب بكتير من الايتوروثن super subcad за Janice اللي بيكون CKD ومع نيفروتك رينج بروتينوريا في معظم الحالات الممكن نلاقي هنا بنسبة اكبر ميكروسكوبك هيماتوريا ودي تبقى اكتر في حوالي 30% اكتر بكتير من اللي موجود في الـ AL-Amyloid يبقى هنا في السائل AA-Amyloidosis بتكون الكيدني much more common affection في العموم النيفروتك رينج بروتينوريا اعلى والهيماتوريا اعلى من تاني هنا more common انه يبقى موجود في الـ AA-Amyloid عن الـ AL الاسبلينوماجل انه نلاقي غالباً الاسبلين يبقى involved من تاني برضو الـ Adrenal ونلاقي abnormal adrenal affection او Adrenal Amyloid Deposition في 50% of cases يأتي بقى بدرجة اقل بقى طبعاً الـ Heart والSkin والTung دولة اقل بيبقى اقلف كتير في الـ AA-Amyloid وهم اكتر في الـ AL يبقى في الـ AL هنلاقي الـ Heart والSkin والTung والـ Autonomic Neurobit دولة اكتر في الـ AL طبعاً في الـ AA هلاقي الـ Renal اكتر هلاقي الـ Spleen وهلاقي الـ Adrenal دولة much more common في الـ AA-Amyloid نفس السيناريو نفس الـ Steps اللي احنا نتكلمين عشان نعمل Investigation أول Approach Tissue Biopsy Surrogate renal Biopsy او حاجة Congrate positive هنعمل Immune Histochemistry هنلاقي positive for serum amyloid A خلاص يبدأ AA-Amyloidosis طبعاً بالـ EM هلاقي l-Amyloid Fibers CRB والـ ESR طبعاً بيساعدوا في monitor disease with response بتاع الـ Patient هنا بقى outcomes بتاعت AA-Amyloidosis بتعتمد على control للcondition control السبب والله السبب احنا هنا السبب إيه chronic infection أو chronic inflammation لازم أسيطر على هذا السبب كل حصل عليه control يبقى الـ Prognosis هيتحسن ما حصلش control يبقى المريض مش هيتحسن يبقى مين اللي بيدبند على control للـ Underlying disease الـ Prognosis الـ Prognosis في AA أحسن أحسن يعني بكتير من AL-Amyloidosis بنتكلم إن survival هنا بيكون حوالي 40% survival 3 years بعد ثلاثة يمكن survival حوالي 40% ده أعلى من AA من AL-Amyloidosis هنا بيكون major cause of death infection في الـ AL بيكون major cause heart دي برضو شوية معلومات مهمة السيروم أميلويد ايه هل معنى السيروم أميلويد ايه إن هو مثلاً عالي في الدم إن ده أميلويدوزوس لأ مش معنى كده لأنه قلنا السيروم أميلويد ايه ده acute phase reactant ولكن يأتي دوره هنا فقط بعد ما شخص المريض إن هو AA-Amyloidosis B وطلع لكونجوريد positive ولقيت بالانيون هستوكميستر من فيه سيروم أميلويد ايه خلاص فده AA-Amyloidosis ساعتها يأتي دور بتاع استخدامات بقى السيروم أميلويد ايه السيروم أميلويد ايه هنا هيبقى بيcorrelate مع severity ومع المortality بتاعة condition يعني هنا هو بيبريدكت الأوتكم وبيبريدكت المortality كل مكان أعلى السيروم أميلويد ايه ده بتاع بروغنوز جميع طيب المريض حصل له كنترول هتلاقي السيروم أميلويد ايه ليفل بيقل يبقى كل ما يقل ده معناه جود كنترول و جود بروغنوز يبقى بيكوريلات مع المortality والسيفيرتي و بيكوريلات مع البروغنوز الحقيقة الأوتكم بيتحسن مع المرضى اللهم يوصلوا ولكن حتى لما بيعملوا dialysis الحقيقة مقارنة بما عندهم worse outcomes يعني الناس دي اللي عندهم الايه يا amyloidosis لما بيغسلوا الأوتكم بتاعهم بيبقى أسوأ من الناس اللي على dialysis اللي without amyloidosis الrenal transplant is an option ولكن برضو to consider ان هو ممكن يحصل recurrence لو ما حصلش control to the original disease طب التريتمنت هيكون ايه والله لو chronic infection يبقى treatment antibiotic treatment أو surgical resection ليه لو كان فيه infection site مثلا زي osteomyelitis او حاجة لازم عملها resection ولغاية لما اكيور الانفكشن ده واقضي عليه يبقى هو ده التريتمنت طب في حالات الinflammation بيبقى التريتمنت ايه هنستخدم disease modifying agents زي البيولوجيكال تريتمنت الجديدة زي الانتي TNF او الانتي انتابلوكين 1 agents هما دول بيحسنه جدا غيروا دلوقتي ال guidelines and treatment and prognosis بتوع rheumatological diseases فالحقيقة بيبقى استخدامهم دلوقتي بيحسن كتير الـ AE amylidose الـ NTNF والـ Anti-Anti-Enter-Glucan-1 بالذات ده برضو نفس الجدول اللي احنا تكلمين عليه في الـ AL هنا بقى في الـ AE amylidose بيبقى الـ age أقل شوية 50 years of age الـ duration زي ما قلنا اللي بعد بيبتلي يظهر امتى الـ AE amylidose بعد التالي بعد حوالي متوسط 17 years من الـ duration عشان يبتدي يصحب ده المتوسط الكيدني زي ما قلنا بتبقى غالبا موجودة في معظم الحالات ويبتكون في نفراتيك رينج بروتينوريا ورينال امبورمنت نفس الكلام الليسبلين بيبقى موجود برضو في معظم الحالات الليسبلين والأدرينال برضو بتبقى موجودة في معظم الحالات وهنا الهورت والسكن بيبقى منسبة اقل بكتير برضو انشان نتكلم برضو في نقطة الفاميليا المتدرينيان فيفر ده مهم جدا لأنه نمولنا من احد اهم الاسباب لان اولا بيري كامل ده برضو بيقال عليه البرييوديك فيفر الفاميليا المتدرينيان فيفر او حمى البحر المتوسط ودي اهم سبب او المست فريكونت اوتو انفلاماتوري سيندروم اللي بيبقى كومبليكيتد بالأي اي 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 امالي دوز من اهم الاسباب لان اولا ديزيز كامل عندنا في منطقة البحر المتوسط وخصوصا في مصر وحالات كتيرة بتبقى complicated بـ AA amyloidosis الفاميلامترينيان فيفر ما ننساش ان هو autosoma recessive disease more common في الجوس والارمينيانز بيكون نتيجة mutation ما ننساش الجين ده أبدا لأنه هو ده اللي بنطلبه في الـ investigation mutation في الجين الـ MEFV الـ MEFV gene اللي بيبقى including protein code byrene هو ده اللي احنا بنطلبه احنا بنطلب MEFV gene mutation mutation for FMF ده اللي احنا بنطلبه من المعمل المين؟ عندنا 2 phenotypes من الفاميلية الميترينيان فيها النوع الأول وده المور كامن اللي احنا بنشوفه كتير ان المرضى بيجو بـ attacks of fever وسيروسايتس يعني بيجنهم fever وسيروسايتس السيروتايتس دي بتبقى بيريتونايتس بلورايتس ساينوفايتس ولكن الأكتر بتبقى بيريتونايتس المريض بيجيب بيه حرارة attacks كل شوية بحرارة وإيه ألم في البطن وللأسف انه ممكن في حالات كتيرة بيبقوا misdiagnosed ويدخل مثلا يتعمل لهم وجراحة ويتفتحوا مثلا على أساس misdiagnosed as appendicitis ويتفتح ويتشارل الابندكس وهي ما يكونش فيها حاجة ويكون المريض وعنده FMF وده من أهم البرزنتيشن أو هو البرزنتيشن الأشهر وبييجي كده وده بيجي قبل الكدني فيه النوع التاني أو الشيء نوطيب التاني ان الكدني هي اللي تيجي الأول وبعدها تيجي الاضر اتاكس بقى بتاعت الفيفر اللي احنا بنتكلم عليه الحقيقة الاميولويد بزرش هين بتبقى مسؤولة طبعا عن الكدني افكشن وبتؤدي الى end stage kidney disease at young age المين تريتمينت بيكون كلشيسين كلشيسين الحقيقة مهم جدا وممكن يبريفانت الديفولوب بروتينوريا تأثيره مين لعلى البروتينوريا اكتر من تأثيره على الجي اف ار والمليموم ديلي دوز بتاعته بتكون 1 ميلي جرام يعني لو هنيدي tablet 0.5 ميلي جرام بي بتاعته 2 ديلي وممكن الدوز دي تزيد لغاية 2 ميلي جرام بردي في البيشنس اللي جانهم بقى already nephropathy فممكن نعلم الدوز بتاعت الكولشيسين ولو البيشنس ما استجروش او كانوا intolerant للكولشيسين لانه يبقى لي بعض side effects بعض المرضى بيكونوا intolerant لئي ما بيتحملوهاش فسايتها ممكن نالجأ لي ال interbleukin 1 antagonist اللي هم الاشهر واحد فيهم الانا كاميرا ال-FMF مش هو ال-inflammatory syndrome الوحيد ولكن احنا عندنا اظهر auto-inflammatory syndrome اهمهم دولة تلازم تعرفوا اسميهم الترابس اللي هو ال-TNF alpha receptor associated بيريوتك فيفر syndrome وده برضو ممكن يجي في الـ adult بيجي في عمر كبير شوية فيه الماكل ويلز syndrome وده بيجي في الاطفال اكتر وفاميليا ال-cold auto-inflammatory syndrome وال-hyper-IGB syndrome دولة بيجي في الاطفال إنما الترابس ممكن يجي في الـ adult اكتر شوية وبرضو ال-main treatment تبتحهم بيكون anti-interbleukin 1 antagonist او anti-TNF agonist او anti-TNF agent الآن هنتكلم او تالت واحد اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو ال-Alect amylidosis والحقيقة ده new entity او نوع جديد من الـ amylidosis اللي أثبت يعني ان هو موجود او very common ال-Alect كلمة Lact اللي هي leucocyte cell derived chemotexin 2 associated amylidosis او اللي بيقال عليه ال-Alect amylidosis ده بيعتبر الآن a third most common type of amylidosis affecting kidney ده الثالث نوع من الـ amylidosis اللي بقى في جديد بعد الـ AL والـ AA ده يأتي بعديهم على طول قبل الـ Hereditary فده في الـ United States والحقيقة في مصر عندنا في ايجيت هنا في بعض الدراسات اللي قالت انه very common وصل لأرقام عالية من الـ amylidosis فالـ Alect ما يتنساش هو على طول بعد الـ AL والـ AA amylidosis في الـ States في امريكا كان يعني هو more common في الـ Hispanic Americans اللي اكتده ايه اللي اكتده كيموتاكتك فاكتور لـ Neutrophils produced من الـ liver الايه اللي اكتده ما اللي اكتده ده غالبا الـ age الـ mean age اللي بيحصل فيه affection فيه around 60 years of age ده disease of elderly الـ kidney disease فيه common يعني kidney disease common احنا قلنا الـ kidney او تبقى affected في 50% في الـ AL في حوالي 97% في الـ AA هنا برضو الـ kidney common في الـ AL اكتده احنا قلنا اكتر اكتر واحد بيصير بالـ kidney برضو بصورة كالعادة بروتينوريا وCKD والمرضى بيصير في 40% البروتينوريا يعني يعني قليل انها تبقى توصل لـ مش زي الـ AA اللي غالبا بتكون نفروتك او في الـ AL حاجة مهمة جدا وانا وانا عامل عليها highlighting باللون المختلف ان الـ kidney هنا deposition بيكون mainly فين بقى الـ elect ده بيكون deposition mainly characteristic better لما تنسووش انه mainly في الـ interstitium mainly في الـ interstitium وقليل في glomeruli والـ blood vessels يبقى الـ main site of deposition للـ elect بيكون الـ interstitium ده حاجة very characteristic وبيشوف هذا كاترة الباصالجي الـ glomeruli والـ blood vessels بيبقوا affected بدرجة أقل ممكن يحصل deposition في أزهر الـ organs زي الـ liver والـ adrenal مافيش ميوتاشنز في الـ elect ولكن الـ affected patients اللي يكون عندهم homozycus polymorphism في الجي آآ وده اللي ممكن يوضح انهما غالبا بـ environmental factors وده اللي بتوضح انه في بعض الـ races أو الـ ethnicitys أو الأماكن اللي هو بيزيد فيها جدا زي ما قلنا مثلا عندنا في مصر فما تنساش الـ elect ما هو common وبيأفكت الـ interstitium ميلي بعد كده هنتكلم على الـ hereditary amyloidosis الـ kidney الحقيقة من الـ organs اللي غالبا بتبقى affected أو major site وبتبقى affected فعلا في حالات كتيرة من الـ hereditary amyloidosis مين هما types أو أشهر حالات الـ hereditary amyloidosis اللي هما والـ abolyboprotein الـ abolyboprotein بقى بأنواع الـ abolyboprotein A و A2 و C2 و C3 وفيه بقى الجيل الجيلزولين وفيه اللايزوزايم اميليدوز كل دي أنواع من الـ hereditary amyloidosis ولكن أهمهم طبعا اللي هو الترانسسيريتين اميليدوز ده المست common hereditary amyloidosis المست common hereditary amyloidosis في العموم في كل الجسم هو الترانسسيريتين اميليدوز ده المست common أو المست frequent genetically transmitted amyloidosis الحقيقة الكيدني بتبقى affected في معظم حالات الـ hereditary amyloidosis بدرجة كبيرة جدا ما عادة أو بدرجة أقل في الترانسسيريتين يعني الترانسسيريتين ده هو المست common hereditary amyloidosis في العموم والكيدني بتبقى affected فيه درجة أقل بمين اللي بيبقى affected بقى في الترانسسيريتين أكثر الـ heart والـ الـ 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 والـ او بيبقى المين افكشن فيه الهارت و البريفران يا ربه كل حالات الهيرديتراميليوس بيكون اوتوزومة لدوميننت ولكن الفاميلي هستري ميبقاش واضح في كل الحالات وبنسبكت طبعا ان احنا بنعمل بايوبسي بنلاقي فيها كونجوريد بوزوتيد بنعمل اميون هستو كاميستري هنلاقي مين بقى اللي هيطلع بسط الافايبرانوجين او الترانسيسايريتين او اللايزوزايم او الايبولايبروتين دولة بتطلع بسط فخلاص يبقى ده هيرديتراميليوس ولكن لو احنا عملنا مش بالاميون هستو كاميستري عملنا بالاميون فولوريسنس قلنا الاميون فولوريسنس ممكن بدرجة اقل ما يكتشفش كل الحالات لانه بيبقى لها سبوتي افكشن فساعتها مين الاحسن او مين الادق او اللي هيبقى السنستيفيتي بتاعته اعلى في تشخيص الاميليدوزس من الاميون هستو كاميستري او الاميون فولوريسنس اللي احنا قلنا عليهم من الادق البروتيوميكستادي بالماس سبكتروميتري او الاميون الكتروميكروسكوبي هم دولة الادق وبيوصلوا فيه يعني بنسبة تعدى 95% of cases وطبعا معه نحنا نتأكد اكتر بالجيناتيكستادي والميوتيشنز اللي هتبين لي هتكونفيرم الدايجنوزوز الحقيقة اهم واحد في الهيريديتري او ميليدوزوز او اكتر واحد احنا قلنا اكتر هيريديتري او ميليدوزوز مين في الجسم كله الترانستيريتين ولكن الكتنية تبقى افكت فيه بدرجة اقل ولكن مين اكتر واحد هيريديتري او ميليدوزوز بيبقى الكتنية فيه افكت اللي هو الفيبرانوجين اي هو الفيبرانوجين اي او ميليدوز هو المست فريكوينت الهيريديتري او ميليدوزوز اللي بيأفكت الكتنية وده بيكون نتيجة مانوتيشن في الفيبرانوجين A-alpha chain غالبا بتكون الكيدني فيه affected بيكون المين افقشن في الكيدني بيكون الجلوميري لاين وبتبتدي تظهر الاعراض متأخر الحقيقة عن الـ around age of 58 تبقاش واضح في معظم الحالات الاكسترارينا غالبا ما بتبقاش زهرة ولكن الليبر والاسبينين ممكن يبقوا affected في الكيدني الفيبرانوجين الفيبرانوجين ايه اماليدوزوس بيبقى ليه characteristic pattern اللي هو ايه mainly glomerular mainly glomerular برضو دي مهمة وغالبا بيسبير او almost always بيسبير الانتريستيشيوم والblood facets يبقى احنا هنا قلنا في حاجات ليهم specific pattern الالكت mainly interstitium ودي الفيبرانوجين اللي هو واحد من الهيرديتري اماليدوزوس بيبقى mainly glomerular ما بيعملش affection ليه الانتريستيشيوم والblood facets وغالبا من بداية ظهور الاعراض بيوصل in the stage في خلال five years of age transplantation بيعتبر a good option with acceptable graft survival ولكن ممكن يحصل recurrence وفيه most severe cases اللي هي مثلا بيكون معها liver failure او ابتدت بدري بيبقى غالبا بيفضل نحن نعمل combined liver and kidney transplantation لان نساعتها ده هي prevent the amyloid recurrence ان انا بشيل اصلا السورس اللي بيعمل لي الفايبرانوجين ان انا بعمل liver transplantation اخر حاجة هنتكلم عليها اللي هي dialysis related amylidosis او بما يسمى beta 2 micro globulin related amylidosis لانه مين اللي بيكون السبب فيه ده نوع من الامyloid related لل dialysis للغسيل طيب مين اللي بيكون بقى السبب في beta 2 micro globulin مادة beta 2 micro globulin هي اللي بتكون السبب ليه هي السبب البيتا 2 micro globulin اولا دي جزء من الميجور histocomutability complex اللي هو class 1 هي بتبقى freely filtered من المفوض بحصالها reabsorption وبالتالي ان هي فيها حالات لاني يكون end stage بيبقى accumulated مشكلة البيتا 2 micro globulin ان هي بتعتبر يعني موليكيول حجمه كبير وما بيتعملوش clearance بالدياليسس كويس يعني مثلا الجسم بينتج حوالي 1500 ميلي جرام في الاسبوع وتلتهم فقط هو اللي بيبقى removed بالدياليسس وبالتالي التلتين بيبقوا retained في الجسم بيفضلوا في الجسم وده على مدار السنين هيعمل مشكلة لانه الليفل بتاعتهم عتعلة جدا الكليرانس او ازالة البيتا 2 micro globulin في الدياليسس بيعتمد على مجموعة من العوامل وجود residual renal function مهم جدا لانه هي remove البيتا 2 micro globulin الدياليسس مو بتفرق في الكليرانس اللي هي مو داليسس العادي بيشيله بدرجة اقل البيدي بيشيل بدرجة اعلى بيعمل الريموفر بدرجة اعلى الدي اللي هي مو دالي بيشيله بدرجة اعلى واكتر حاجة بتشيله النكتور اللي هي مو الدياليسس ممبرين برضو يعني بيأثر جدا استخدام الـ high flux ممبرين بيحسم removal بتاع بيتا 2 micro globulin الـ duration of dialysis كل ما زودت الـ duration وقت التايمين بتاع الغسيل ده حيحسم معي removal بيتا 2 micro globulin الـ clinical features ببتدي اصبكت امتى غالبا بتبتدي الاعراض بعد اكتر من خمس سنين من الدياليسس يعني مريض بقالوه اكتر من خمس سنين من الدياليسس بيبتدي يشتكي من joint pain very characteristic mainly في shoulder والrest shoulder pain carbal tunnel syndrome ما تيجي الـ deposition ويبتدي يشتكي من pain في الهند ويجي لهم chronic tinosynovitis في finger flexors في الهند ويبقى في العموم اكتر حاجة بيبقى في generalized joint pain mainly في shoulder مع joint stiffness و restricted mobility زي ما قلنا اها اكتر اكتر joint احنا بنشوفها في shoulders وبيأتي بعدها الهند والفيت والسبان دايجنوزس دايجنوزس مين اللي بيكون clannical مين اللي clannical بلاقي مريض على dialysis long term بيبتدي يشتكي من بيعمل dialysis على رجل على هيمو dialysis العادي بيبتدي يشتكي من shoulder pain على المدى الطويل مع carbal tunnel syndrome مع علمت shoulder mobility أو joint mobility ببتدي على طول بشخص ان ده غالبا dialysis related amylidosis لو انت طلبت beta 2 microglomene في السيروم غالبا هتلاقيه عالي لو انت طلبت x-ray غالبا هايبان معك bone cyst و bary articular lucency ودولت بيبه حاجات characteristics شوية لو طبعا يعني اخدتش بيوبسي لو المريض عمل joint replacement وعمل staining هتلاقيه في concrete positive وممكن تصبغ 4 beta ومجربا هتتأكد ولكن يعني غالبا نوصلش لهذه المراحل طيب treatment اقدر عالجه ازاي الحقيقة ان احتى you can modify your dialysis prescription اولا تقدر تزود treatment hours تزود ساعات الغسيد تستخدم high flux لو انت كنت تستخدم low flux تستخدم biocompatible membrane او انت يعني اكتر option ممكن يجيب response معاك اللي هو استخدام hemo diafiltration لان hemo diafiltration هنا هستخدم convection معايا والconvection بيريموف الميدل molecular weight substance احسن شوية من الدفوجن في you can shift to HDF with longer dialysis duration top طبعا بنديهم analgesia بنستعين مع دكاثرة العظام معانا انهم نقدر نعمل بعض الoperations عشان تقلل البين شوية طبعا treatment of choice في هذه الحالات بيكون renal transplantation ولكن ما بيبقاش متاح في معظم الحالات لان غالبا نقول دي patients غالبا بيكونوا long standing وغالبا elderly وبيكون معهم يعني cardiovascular morbidity عالية فدي ممكن يعني او مش هيبقى transplantation متاح او available في بعض الحالات ولكنه هو يعتبر treatment of choice الحقيقة الجدول ده يعتبر ملخص للي احنا قلناه اولا بيتكلم ده acquired ولا hereditary المشكلة الاساسية فين البروتين او deposition هو بيكون فين الorgan اللي تبقى غالبا affected وبعد كده treatment فاحنا هنبجع بسرعة اول واحد الا اي 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 او المشكلة مشكلة ده تاري جالبا ميكون مشكلة في البلازما cell وبيكون deposition في ال ال واحنا قلنا ايه او immunoglobulin light chain ومين اللي بيكون لمضة احنا قلنا هنا اهم حاجة في ال amyloidal heart ما يتنساش وهو ده مع ال skin مع الركون eye مع ال easy bruises مع autonomic neuropathy ويأتي بعد يوم الكدني في 50% والعلاج بيكون التريت كيمو ثرابي حاليا بال ديكس ميسازون وال بورتيزومين ومعهم الملفلان او sacrosomide الا amyloid او اللي كان بيطلق عليه secondary amylidosis ده بيكون نتيجة chronic inflammation و chronic infections اهمهم بال الروماطايد وال اكيلوزنج وال fmf هنا بيكون deposited في ال serum amyloid اي الكدني تبقى موجودة في حوالي 100% من الحالات مع ال spleen وال adrenal وال main treatment تبقى لل infection او anti interleukin one agent او anti tmf وطبعا في حالات الفاميلي methrinium fever كل شي سين بيدي متيجة كويسة trans cyretine ممكن يكون acquired في elderly وممكن يكون hereditary اللي احنا عارفين وده most common hereditary في العموم ولي بيكون deposited و احنا قلنا في trans cyretine بيكون في heart و perifer neuroborathy هما الاكتر والkidney تبقى 30% فقط من الحالات ودولة بيكون علاجهم واحد زي new treatment اللي هو اسمه taphamidus ده بيجيب response وبعد supportive treatment في beta 2 micro globulin احنا قلنا مين اللي بيكون ناتيج ده مع long term dialysis وبييجي مين اللي في shoulder joint وبيعمل carbal tunnel syndrome وان احنا no extended dialysis او نشفت المريض على hyeno dia filtration elect وهو بيعتبر ثالث او third most common type من الامyloid دلوات اللي بيأفكت الكيدني الكيدني مريض بيكون مع البروتين وليا واسي كده الحيريديتري بقى myloid دوسوس كلهم اهم من اول afib وال alysozyme وال gilzoline وال abolyb protein بانواعه احنا قلنا مين اكتر واحد من الهيريديتري بيأفكت الكيدني ال afiberonogen وده بيكون مين affection بيكون في glomerular ما ننساهوش خالص ومعظم الهيريديتري بيأفكت الكيدني زي ما قل دي our sources الكمبرهنز وي oxford وي this article very nice article and thank you احنا كده نعتبر خلصنا myloidosis وخلصنا multiple myeloma وان شاء الله فضل لنا محاضرة او اتنين في الparapotenes thank you